المشهد السياسي المشهد السياسي ده معنى ايه هل بعد زي المحليلين بيقولوا ان ده محاولة لتغطية نتنياهو على فشله في الحرب والعدوان على غزة وتحقيق اي من الاهدف يعني هذه هي الزاوية في النظر صحيحة الى حد كبير لكن علينا ان نعرف انه سياسة اسرائيل في اغتيالات قادة المقاومة الفلسطينية قديمة ومتجددة يعني في نحو 120 قياديا فلسطينيا اغتلتهم إسرائيل على طول مسيرة الصراع مع المقاومة منذ نشأة حركة فتح في 1 يناير 1965 حتى اليوم لكن الملاحظة المرافقة أو الملاسقة أن هذه الاغتيالات لم تعني شيئا كثيرا في إطفاء شعلة المقاومة بل كانت على العكس تلعب دورا في تأجيج هذه الشعلة لماذا؟ لأنه ببساطة هؤلاء القادة الشهداء يلعبون بأسماءهم وبسيارهم وبنهايتهم الجليلة أدوارا ملهمة جدا لأجيال جديدة تأتي من بعدهم أيضا حركات المقاومة من نوع مختلف التي نشأت في ظني منذ غزو لبنان سنة 1982 واحتلال عاصمة أول دولة عربية أول عاصمة الدولة عربية خارج فلسطين كانت طبعا في وقتها محنة كبرى وشهدت تخازولا عربيا كالذي نشهده الآن وترتب عليها خروج جيل من المقاومين من بيروت ثم نشأت جيل آخر من المقاومين أسميه المقاومة من نوع مختلف يعني إيه المقاومة من نوع مختلف؟ كانت لها السمة التالية باختصار أنها نشأت على حد ثقافة الاستشهاد ثم استطاعت أن تكتسب مع مرور الوقت ومع التطورات المعارك تكنولوجيا متحدية طبعا معروف أنه في أكتوبر 1983 بعد شهور من احتلال بيروت وبعد دخول قوات الأسطول السادس المشاة البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الفرنسية أنه جرت عمليتين استشهادتين فرديتين تقريبا أسقطت 241 جنديا وضابطا من المشاة البحرية الأمريكية وأسقطت 50 جنديا من المشاة البحرية الفرنسية وكانها له أثر فوري في فزع رونالد ريجان الرئيسي الأمريكي وقتها وسحب قواته هذه المقاومة الحقيقة بدت وعدا تشكك فيه كثيرون في نتائجه لكن مع التراكم وصولا للألفية للسنة 2000 جلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان بدون قيد ولا شرط ولا اتفاق سلام ولا سكة تطبيع وكان هذا شيئا فريدا في عصر قيل لنا فيه أن السلام هو خيارنا الاستراتيج برزت هذه المقاومة ثم انتقلت إلى غزة إلى آخر السيرة التي نعرف أيضا هذه التنظيمات التي نشأت في إطار المقاومة من نوع مختلف امتازت إلى حسكها الاستشهادية بميزة صلابة الهياكل التنظيمية ومرونتها الفائق بحيث أنها توفر بدلاء بصورة شبه فورية لمن يقدون نحبه فشاهدنا ذلك نقرب الصورة مثلا في اغتيالات بيروت في الضحية الجنوبية قبل شهور أحد قادة حماس جرى اغتياله كان مسؤولا عن حماس في الضفة الغربية لم تمر سوى ساعات حتى رأينا زاهر جبارين يخلف زاهر العرور وأيضا سوف يحدث ذلك في حالة اغتيال الشهيد بإذن الله إسماعيل هنية ليس يعني ذلك أن القادة لا قيمة لهم في هذا السياق من المقاومة من نوع مقتلف لا القادة لهم قيمة كبيرة جدا خاصة ضرب القدوة والمثل في حالة إسماعيل هنية على سبيل المثال هو ليس قائدا كما روج البعض تشويها يعيش في قصور فارها كل هذا الكلام سقط فجأة لأنه في عشرة من أبناء وأحفاده المباشرين من أسلوت الصغيرة استشهدوا قبله وبعده شو ما فيه ستين فردا من عائلة هنا فكرة القدوة ماشي بس هنا القصة بالنسبة لي مش في تحليل وتقييم الشخص ومدى النضال أو الكفاح أو كذا لا هي القصة بالنسبة لنا في الدائرة الأوسع وهي فكرة أنا دلوقتي لو بعوز بالله يعني لو أنا القيادة في إسرائيل ومفكر فكرة اغتيال رمز من رموز حركة المقاومة اللي أنا بشن عدوان عليها في غزة هل حساباتي مش بتقولي أنه ده ممكن يلهب المشاعر ويعمل قدامي انتفاضة مثلا زي الانتفاضة اللي حصلت في 2000 ولا 2002 وكذا فبالتالي واجه بصعوبات أكتر من أنا بواجهها على الأرض في غزة لا لا يحسبون الأمر كذلك هم يحسبونها بروح الانتقام يعني بمعنى ضرورة أن هذا الجمهور الهائج الذي يريد طعاما يريد أن يأكل يعني مثلا ترى التعليقات على استشهاد اسماعيل هنية على سبيل المثال اسرائيل طبعا لم تعلن رسميا أنها مسؤولة عن اقتلال اسماعيل هنية في شمال طهران لكن الإشارات بين جفير وغيره طبعا يستخدمها تبوهي دي مش غريبة يعني المفروض نتانيا هو يطلع يزهو أنه عرف يصطاد أحد القيادات المهمة للحركة المعادية له لا يعني الفكرة هو بيتصور أن يمكن بذلك أن لا يحججه الناس بينما كل الناس يعلمون ما جرى أعلن عن اغتيال فؤاد شكر في ضاحية الجنوبية لكن لم يعلن عن اغتيال اسماعيل هنية لكن الفكرة ببساطة شديدة أنه هذا يعني ماذا يعني بمعنى أكثر وضوحا الكلام الذي يدور الآن حول الرد سواء من إيران أو من حزب الله أو من حماس أنا تقديري أن الرد الجوهري الأساسي المتصل يكون في الميدان يعني ولذلك أنا ألحظ أنه أقل من أسبوع مرة على اغتيال اسماعيل هنية ألاحظ تجدد عمليات الحماس وأخوتها في قلب غزة هذا هو الرد الحقيقي المطلوب أنه في النهاردة فيه عبوة فغرة أصابت يمكن سبعة تمانية فالفكرة يعني هي دي هذا هو الرد الأساسي لك عاك وضع أن يشبه المستبعد شوية رد إيراني لا أنا مش مستبعد بس أريد أن أنبه إلى النقطة التالية يعني حماس على سبيل المثال عاوز أقول أن حماس تاريخيا مفترض أنها متأثرة أو كانت جزءا من حركة الإخوان المسلمين عاوز أقول للإخوان من 1948 إلى 1987 يعني 40 سنة تقريب كانوا ضد المقاومة المسلحة في فلسطين وأنه نشأت حماس كانت خروجا عن النص في تاريخ هذا الحركة وأنه التطور حماس فتح قبل ذلك حين نشأت في 1957 قبل إعلان بيانها الأول بيان العاصفة في 1 يناير 1965 كان 11 من بين 12 مؤسسا في الأساس قدموا من حركة الإخوان المسلمين التي فصلتهم وقتها بما فيه مياس العرافات لكن لما دخلت في سياق فكرة المقاومة وأولوية فلسطين صارت شيئا آخر هل حماس ستتطور في هذا الاتجاه يتوقف الأمر على السياق السياق عموما السياق في المنطقة وفي غير هل ترد إيران طبعا تقديري أن إيران سترد هل سيكون الرد ممثلا لرد 13 إبريل أبريل في العام الجاري اللي هي فكرة مئات المسيرات وبعض الصواريخ الباليستية التي لم تسفر عن خسائر حقيقية كبرى لكيان الاحتلال الإسرائيلي تقديري أن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة قد يكون مختلفا في التأثير لأنه مفترض أن إيران تعلمت مما جرى في 13 أبريل وفي نفس الوقت لن يكون مختلفا في حقيقة بانت سافرة أمام الجميع هو أن هذه الإسرائيل التي تنتفخ غرورا أو ينتفخ نتنياهو غرورا باسمها لا تستطيع الدفاع عن نفسها بدلالة 13 إبريل الذين دافعوا عنها هم القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وبعض الدول في المنطقة وغيرها يعني هي تحتاج دائما إلى من يحميها هي أشبه بطفل محمول على أكتاف الغرب والأمريكان بالذات المفارقة أن هذا الطفل تحول من طفل محمول على الكتف إلى فم ناطق باسم من يحمله يعني في اللحظة الحالية تلحظ مثلا أن الاتصال بين نتنياهو وبيدن ما تسرب عن الاتصال ونشر في مواقع أمريكية وفي الإعلام الإسرائيلي بينه عبارة دالة جدا أنه بايدن بيقول لنتنياهو أرجو أن لا تتلعب بالرئيس الأمريكي يعني فعلا بايدن نتنياهو يتلعب بالرئيس الأمريكي في هذه اللحظة من فوات المشهد الأمامي فوات الذي يسب المشهد الأمامي للسياسة الأمريكية يبدو كما لو كان نتنياهو رئيسا لحكومة تل أبيب ورئيسا لحكومة واشنطن إلى أن يستقر الأمر لا محتاجة إضاح شوية دكتور عبد حريم لأنه فعلا بايدن خلاص هو كده كده خسر الانتخابات سواء حتى كامل هارس كيزبين أوه في النهاية بره البيت الأبيض فهو يريد أن يصنع شيئا لنفسه قبل الرحيل أي شيء متعلق بإنجاز ماه وقف إطلاق نار صفقة تبادل عودة أسرة حتى عودة الأسرة الأمريكان نفسهم أي شيء فيبدو أن نتنياهو بما يفعله يفسد لبايدن نفسه آخر أمل له قبل الرحيل أظن أنني لن أكون مبالغا إذا قلت أنني نتنياهو يدير نوعا من إزلال الرئيس الأمريكي يعني ليه لأنه ببساطة فيما نشر عن هذا الاتصال قال لنا أولويتي أمن إسرائيل يعني ما قصتك ما تهمنيش قصتك ما تهمنيش وبرضو أهميني يعني حسنة ونسيدك يعني أنت هتحشد أساطيلك الأسطول السادس اللي موجود في البحر المتوسط الأسطول الخامس اللي موجود في منطقة القليج الأسطول الثالث اللي موجود في المحيط الهندي كل هؤلاء بمدمراتهم بغواصاتهم بحملات طائراتهم حشدت وتحشد اليوم للدفاع عن إسرائيل الرد قد يكون مختلفا من قبل إيران لكن أنا أركز في الرد هذه المرة رغم أنه منطقي في الرد الرد في الميدان في الميدان مش بالقطعة لكن باعتبارات قائمة من نوع إحساس إيران بالإهانة لاغتيال ضفها على أرضها وفي نفس الوقت ما تكشف وهذا شيء يبدو مرعبا لكنه موجود منذ فترة من خلل أمني في التركيبة الإيرانية عموما هذا الخلل الأمني له أسبابه في تركيبة إيران حتى قبل ثورة الخوميني إيران وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس دولة متعدلة القوميات يعني مش فرص يعني وبالتالي أنت إذا خليط من الأجناس وإذا حركات تمرد على الأطراف موجودة طول الوقت سواء من الأكراد أو حتى من العرب في خوزستان أو من البلوش في الشرق تجاه باكستان أو من الأزريين في الشمال تجاه أزربيجان ففي التالي فكرة تجنيد عملاء والجواسيس ضد النظام القائم مسألة غاية في السهولة مع احتشاط طبعا أجهزة مخابرات أخرى إلى جوار جهاز المخابرات الإسرائيلة الموساد زي السيا أي إي والإم آي سيكس وغيرها فهنا سهولة تجنيد عملاء في البيئة الإيرانية مسألة ظاهرة جدا ففكرة الحصان الأمني فإيران تعرضت هذه المرة لقدر هائل من الإهان هل سترد؟ سترد لكني لا أركز مع إمكانية اختلاف الرد الإيراني هذه المرة وتركيزه على الصواريخ الباليستية في ظنني بأكثر من الطائرات المسيرة اللي بتقعد تتلكع وتوصل بعد ثمان ساعات فأنت عندك عنصر مهم جدا في جبهة الرد هذه المرة أنا رأيي إن رد حزب الله سوف يكون أقوى من رد إيران لاعتبارات كثيرة جدا منها اعتبار القرب البورافي اتنين منها اعتبار العلاقة بالقضية المقدسة اللي هي قضية فلسطيني لا أنا حاجل حضرتك للملف اللبناني بس هل لو رد حزب الله هل هنا ده سيرفع الرأس الإيرانية إنه ده إحنا خدا ردينا إلى حد ما طبعا باعتبار ما هو مشتهر من علاقة من علاقة بين حزب الله وإيران لكن بالأساس أنا ليه وجهة نظر إنه رغم أن إيران هي المصدر الرئيسي للسلاح بالنسبة لحركات المقاومة القائمة اليوم سواء حزب الله أو حماس أو الجهاد أو حتى الجابحة الشعبية لكن السلاح الإيراني بيد العرب أقوى تأثيرا من مكان مما لو كان بيد الإيرانيين يعني دي الملاحظة وجزء من بيد الحركات بيد الحركات طبعا حركات العربية هي في النهاية حركات عربية أي المكان الموقف منه فهنا أنا متوقع يعني ممكن إيران تفكر في أن يكون الرد من خلال حزب الله لا أمال إيه إيران سترد وحزب الله سيرد ويمكن الحسين أن يرده ويمكن لكن فعالية الرد في تقديري في المجموع هتكون من خلال حزب الله هتكون من خلال حزب الله بالذات للقرب الجغرافي وليأصالة الانتساب لقضية المقاومة من نوع مختلف إذ أنني أرى أن حزب الله هو المؤسسة الحقيقي للمقاومة من نوع مختلف بس دا معناه أن حزب الله بيشارك في فتح ملف أو الجبهة اللبنانية على مصرعية طبعا دا سيحق إلى حد كبير ثم ينكشف جذبهم في ذات اللحظة طبعا حزب الله ينكر ذلك وأعاد السيد حسن رسول الله تأكيد هذا الإنكار وهو إنكار منطقي جدا يعني إذ أنه لا مصلحة لحزب الله لأنه فيه كمان تركيبة شامية عموما بما فيها فلسطين معقدة جدا طائفيا صح ومن ثم تصرفات معينة بتوقز لا والضحايا اللي ماتوا في الملعب دول عرب بتوقز الفتن النائمة عرب ودروز في نفس الوقت يعني عاصل مش يهود ولا صحيحة في الشام لا يمكنك الاستناد إلى تعريف واحد إنما عربي أو كذا لأن عاصل بعيدا عن الصحيحة أو اليهود بعيدا عنهم وهم مضضون لهم بدليل ما جرى في تشيع الجنازة والآخر قلنا في الحلقة الماضية أننا سوف نكون في حالة بين حربين ما بين الحرب المحكومة الجارية من عشرة شهور وما بين الحرب المفتوحة يعني إذا مشتوى يعني منزلة بين المنزلتين أو بين الحربين هذا الكلام في تقديري يدور في عقل الطرفين يعني رغم حماقة وغطرست نيتانياهو هو بالتأكيد لا يريد حربا شاملة إلا إذا كانت أمريكا ستحاربها نيابة عنه صحيح إنما هو يعرف أنه الأمر مع حزب الله أمر مختلف يستطيع الجيش لاحتلال إسرائيلي أن يدخل إلى لبنان لا نقاشه بذلك لكن السؤال هل سيستطيع أن يخرج من لبنان سليما معافق أو حتى محمولا على برضو ما أحنا أكيد مش عايزين نكرر الصورة بتاعة العدوان الإسرائيلي الغاشم كان سنة كم على لبنان؟ كان سنة 82 لا أخير 2005 أعتقد 2006 أو 2006 برضو لبنان الحقيقة هي بالنسبة متأثرة اقتصادية وسياسية طبعا فليست في حمل أي عدوان إسرائيلي آخر تذكر أن احنا كنا في التفاصيل اتكلمنا عن الضربة الإسرائيلي المتوقعة التي بنتها على أجزوبتها في مجد الشمس وقلت أنها سوف تتوجه إلى قواعد وبنية تحتية عسكرية خاصة بحزب الله صح وليس إلى مطار رفيق الحرير ببيروت ولا إلى الميناء صح ولا إلى محطات الكهرباء اللبنانية شيء من ذلك جرى إذ أنها توجهت إلى قيادي كبير اللي هو فؤاد شكر أو الحج محسن أو سيد محسن في بيروت الجنوبية أو في الضحية الجنوبية من بيروت لكن المشهد الجاي المشهد الجاي صحيح يتسم بأنه قد يخرج عن السيطرة لكن في تقديري أنه الأطراف كلها يعني حزب الله يحسب حساب الوضع في لبنان أكيد مصبوح وإيران تحسب حساب هام جدا لمشروحها النووي هي على العتبة النووية وتكتنت أو القنابلها الزرية هي لا تريد أن تعود خطوات إلى الوراء بهجوم أمريكي على المنشآت النووية أو شيء من هذا القبيل تمام في 13 إبريل ورد إيران وقتها كان ردا منصقا إلى حد بعيد صحيح يعني كان معروفا لدى الأمريكيين حدود هذا الرد وهم هيجيبون منصقا بس نرساكم على العالم كله لهم أحنا نطلق الصوريكة واستنوها كان هالا على الهواء كان على الهواء كان على الهواء الكلام ده هذه المرة قد يختلف لكن أنا رأي جوهر الاختلاف هذه المرة ليس من حنكة الإيرانيين ولا من حسن تدبرهم من كون حزب الله طرفا في الرد وجود حزب الله كطرف في الرد بقربه الجغرافي وبأصالة انتسابه القضية المقاومة والقضية المقدسة وبجديته ومصداقيته التي عرف بها إلى حد كبير رغم ملاحظات القاسية جدا على تورط حزب الله في المستنقع الطائفي أثناء الحرب السورية وغيرها وده أساء لصورته لكن في النهاية أنت ما بتروحش تشتري حركات مقاومة على مقاسك أو على المقاس المطلوب ولا ثورات على المقاس المطلوب هذا هو الوضع هو حزب قاعدته قاعدته طائفية شيعية صحيح جمهوره الأساسي لكن في نفس الوقت هو عند مركز القيادة يريد إلى حد كبير أن يقدم مثالا مختلفا يعني عابرا طب هنا سؤال مهم ومشتنسيكا بقضية مقدسة قرار حزب الله العسكري سواء في الرد أو عدم الرد الدفاع أو وجود اشتباكات وتحرشات مع إسرائيل على الحدود هل هو قرار حزب الله أنه أحد من العرب بالذات يلوم التوسع الإيراني لأنه أنت كنت فين أنت كنت أنت فين بأمرت إيه بتتكلم عن توسع الآخرين والقاعدة الأساسية في الحياة وفي الجغرافيا وفي التاريخ أن كل فراغ تتركه خلفك احتلو غيرك صح فأنت في النهاية لا تلوم الناهض وتسكت عن القاعد ولا تسمع إلى تبريرات القاعد العجز في التاريخ فهنا حزب الله علاقته وثيقة بإيران ولا يخفيها السيد حسن نصرا له تصريح شهير جدا من سنوات قال إحنا أكلنا وشربنا واسلحنا من إيران من الجمهورية الإسلامية يعني ده مش حد بي مش بيداري مش بيداري اتنين هو بيقول أنه هو بيتبع مرجعية الخامنائي اللي هو أنت عارف تقليد المرجعيات تقليد شيعي أصيل لابد لكل شي يعني يبقى له مرجعي فهنا أنت لكن أهمية حزب الله كأقوى هذه الخركات أنه بمعيار قوته وبمعيار الاتصاقه المباشر جغرافيا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وباعتبار سوابقه النجاحة في المقاومة كل ده كون له قدر من الاستقلاله أو قدر من الاعتبار لرأيه الذاتي صحيح فأنا أعتقد أن رأيه الذاتي أعلى بكثير طبعا من أرى لو سافرنا بسرعة غربا رغم كل الأوضاع المقلقة لكل دول العالم وطبعا لينعى بالأساس لأننا في المنطقة المتوترة لكن كل هذه الأحداث واضح أنها جاية على الطبطاب بالنسبة للأخ ترامب قاعد دلوقتي وشايف الملفات بتشتعل رغم أن فيه شيء مهم ألمح إليه النهاردة ترامب قال أنه الخسائر في الأسواق والاستثمار وفي البرصات العالمية الآن كثيرة ونتعرف أن ترامب في النهاية قبل بيكون رجل سياسة هو رجل دولار رجل بيزنس بالجياس وحتى قال في نصريح مهم النهاردة الصبح قال أنه الجنون اللي بيحصل في المنطقة حيقود العالم إلى حرب عالمية تالتة في توقعك ترامب الآن فيما يفكر ولما يوصل إيه التحول الجذري اللي ممكن يعمله يعني أنا تقديري لا تحول الجذري سوف يجري ترامب ترامب دائما ما يقول لو كنت موجود ما كانش حرب أوكرانا تحصل لو كنت موجود ما كانش اللي حصل في غزاس لو كنت موجود ما كانش طلعت الشمس يعني هذا افتراض عبسي هذا افتراض يصور به نفسه كما لو كان يدير العالم فيمنع الحرب هنا ويفجرها هناك هو بيشير إلى ضعف الإدارة الأمريكية هذا هو طبعا هدف المباشر دعائي الإشارة إلى ضعف الإدارة الأمريكية صحيح لكن ترامب لنتذكر أنه هو الذي بدأ فكرة الخروج من أفغانستان قبل أن يغادر البيت الأبيض صحيح وبالتفاوض مع طلبان عبر قطر ثم أتمل بايدن وكانت النهاية طبعا نهاية فوضوية الخروج المزل ده وهو طبعا بيلعب على الشكل يعني شكل الهروب المزل لكن ترامب الآن الحملة ترامب تدير دعايتها ضد هارس على أساس أنه حملة ترامب أكثر ولاءا لإسرائيل وأن ست هارس بتخون اليهود وبتخون إسرائيل ضبطناها وهي بتعمل كده وأن هي ليست يعني جزء اليهودي ده مشكوك في أمره وأنه كل يهودي يعطي كمال هارس هو يخون دينه ويخون الشعب اليهودي هو يركز في عنصر أساسي من حملته على هذه النقطة آخر النهاردة مثلا الحملات أيمة لأنه إزاي ست هارس بتتعاطف مع الفلسطينيين ولا تهني إسرائيل بالإنجاز الذي حققته باغتيال إسماعيل هنية ففي مزايدة فجأة في هذا السياق هل هذه المزايدة الفجأة تعني أن ترامب حين يصل سوف يكون أكثر حمية في الارتباط بإسرائيل من بايدن لأنه بايدن الذي يبتلع الإهانة والإهانة من نتنياهو يقدم لإسرائيل كل شيء صحيح كل الغواصات وكل لا ممكن يبقى الميل والإنبطاح الترامبوي ده وصولا بس للبيت الأبيض آه طبعا فهو جزء من الدعاية وصولا للبيت الأبيض الحقائق تفرد نفسها بمعنى إيه؟ بمعنى انفجار الأوضاع في المنطقة ليس لمصلحة أمريكا في مطلق الأحوال هو يكون لمصلحة أمريكا متى؟ يكون لمصلحة أمريكا حين تكون أمريكا تقادرة على حسم الموقف صح في اتجاه معين هي ليست قادرة على حسم أي شيء رغم تسليم طبعا بأنها تملك قوة هائلة جدا و 800 قاعدة حول العالم لا وتفكيرا بأن ترامب لا يفكر إلا فكرة المصلحة لما يجي رئيس بيت أبيض هيبقى أهمه فكرة الاقتصاد والأسواق واللي بيحصل دلوقتي ده يدمرها آه ما أنا بقول الانفجار في المنطقة بالعكس يعزز من حضور الغائبين اللي هما روسيا والصين في المنطقة لاحظ الدعم الذي تقدمه روسيا إلى إيران لاحظ دخول الصين على خط حركة المقامة الفلسطينية ومحاولة تشكيل حكومة موحدة باجتماع الأخير في بكين لاحظ أنه إحنا إذا صدمات بين تحالف الشرق الجديد وتحالف الغرب القديم في غير منطقة من تايوان حتى أوكرانيا ولا تبدو أحوال الغرب على كل هذه الجبهات يعني طيبة يتراجع وهو نيتانياهو يجر الغرب يجر أمريكا إلى حتف أصيل في المنطقة مصبوح ليه؟ لأنها لن تفوز ببساطة في النهاية أنت هتعمل إيه؟ ماذا تستطيع أن تفعل إذا حق يبدو مهيد الجناح لكنه يمتلك إرادة متنمية على مواجهة هذا الباطل العاصف الذي يعصف بالشعب الفلسطيني ويقطعه أشلاء ويجوع وينشر الأوباء وكل هذا القتل كل هذا القتل إذا يعني استحضر في نفوس الآخرين إسرائيليين أو الأمريكان قدر من الفرح فهو فرح زائل وزائف وموقود لأنه ببساطة كل ما تفعل أصل لفكرة الانتقام التاريخي وخاصة إذا ارتبطت فكرة الانتقام بفكرة الحق وليس انتقاما للتباهي فهنا ترامب حين يجيء سوف يخضع للمعادلات الموجودة بمعنى أنه سوف يكون أكثر حرصا على منع أمريكا من التردي أو الغروس في هذا المستنقع بأكثر مما يجيء لنلاحظ أن أمريكا دخلت ضد الحسيين من شهور طويلة والحسيون جماعة صغيرة جدا وفي اليمن الذي نعرف أوضاعه في النهاية المعادلة من أوقف من؟ من ردع من؟ من أسكت مصادر النيران؟ أنت ضربت الحسيين بكل تياراتك وبكل وكل لكن كمان هي أغلاقة الحسيون أغلاقوا البحر الأحمر وأغلاقوا باب المندب فأنت في النهاية ترامب أعتقد بحس بريجماتي عملي بحس بيزنسي سوف يلجأ إلى عكس ما توحي به دعايته إسرائيل الآن لأنه سوف يكون أقل رغبة في الاندفاع وراء نتنياهو إلى حروب لا أقول أنه سوف لن يدعم إسرائيل لأن إسرائيل في السياسة الأمريكية كما قلت غير مرة بقرة مقدسة هذه البقرة المقدسة في النهاية حين يصبح بي ترامب رئيسا لا يحتاج لنتنياهو بنفس الدرجة لأن نتنياهو يقوم بدور القائم بالأعمال الرئيس الأمريكي اليوم بينما ترامب مواطن يسعى للترشع حين ينتقل الأمر فتقول الرئاسة إلى ترامب سوف يكون له تصرف آخر في التقدير شرفت ونوارت للحديث بقية الأسبوع القادم شاء الله دكتور عب حالي